المشاركة في كاس العالم حدث استثنائي لأي لعب ما بالك لو كان النهائي لكن بدل من إنها تبقى ذكرى تاريخية تتحول لذكرى كوميدية ده اللي حصل مع الألماني شريستوف كرامر كرامر كان أحد أعضاء منتخب ألمانيا في كاس العالم 2014 وقتها ما كانش من اللعيبة الأساسية وقبل المونديال كان شارك في مبارتين بس مع ألمانيا منهم واحدة كبديل وفي المونديال نفسه لعب كبديل لـ 11 دقيقة قدام الجزائر ودقيقة قدام فرنسا وفي النهائي القدر إداله فرصة زهابية ما بتتكررش كتير سامي خطيرة لعب ألمانيا اتصاب في الإحماء قبل المطش بدقائق وما قدرش يشارك وهنا قرر يوكيم دوف يوشرك كرامر بدل خديرة لكن بعد نص ساعة تقريبا استضم كرامر بإزكال جاراي لعب الأرجنتين ونزل الجهاز الطبي يعالجهم رجع كرامر للملعب لكن رجوعه ما كانش كويس وهنا بدأ يحصل حاجات غريبة فليب لام قائد منتخب ألمانيا قال في البداية لم أكن قلقا من إصابة كرامر لقد لعب بشكل طبيعي بعد عودته للملعب ولكن الأمور بدأت تسير بشكل غير طبيعي لقد أتى لي وطلب مني أخذ شارة القيادة بل وذهب إلى الحكم وطلب منه تبادل القمصان وقتها عرفت أن الأسوأ قد أتى أما مانويل نوير حارس ألمانيا فقال كنت أظن أنه بخير قبل حدوث تصرفات غريبة جاء لي فجأة وقال لي نوير اتركني ألعب كحارس مرمى الوضع ما وقفش لحد هنا كرامر رحل توماس مولر اللي قال سألني هل هذا هو النهائي أم لا لكن هذا السؤال كان أقل الأضرار في البداية لقد قال لي يا جيرد مولر وبارك لي بفوز نهائي كاس العالم 1974 مش بس كده مولر كشف أن كرامر كان فاكر نفسه بيلعب في ألمانيا في ملعب بخوم وبيكمل مولر كلامه وقال الجماهير كانت رائعة في النهائي ولكن يبدو أن كرامر كان يشاهد الجماهير في ملعب آخر فقال لي يا الله الأجواء تبدو رائعة في الرورستيديوم وبعد لعبة ألمانيا ادرجه على حكم النهائي نيكولاري تزولي وقال بعد الاستضام كرامر جاء لي وسألني هل هذه المباراة النهائية ظننت أنه يمزح معي مما اضطره لإعادة السؤال وقال لي أريد أن أعرف إذا كانت هذه المباراة النهائية أم لا عندما قلت نعم قال لي شاكرا كان مهما بالنسبة لي أن أعرف كرامر نفسه بيحكي عن فقدانه الزاكرة بشكل مؤقت بعد كده وقال أنا لا أتذكر الكثير بالفعل عن المباراة لا أعرف شيئاً عن الشوط الأول بأكمله لا أعرف كيف وصلت إلى غرفة الملابس بعد الخروج من الملعم بالنسبة لي المباراة بدأت مع الشوطس ثاني تغيير كرامر دخل التاريخ لأنه تالت أسرع تبديل في تاريخ نهائيات كس العالم بعد الإيطالي فرانشيسكو جراتسياني اللي تبدل بعد سبع دقايق في نهاي 1982 وتبديل البرازيلي جيورجينيو بعد 22 دقيقة في نهاي 1994 بعد البتولة ما لعبش كرامر في بتولة كبرى مع ألمانيا تاني واكتفى بالزهور في مباريات التصفيات المختلفة وربما كده هيفضل اسمه دايماً مقترن بأن المتواجين بكاس العالم ترجمة نانسي قنقر